موسيقى اليوم وفي حوار الفن والسياسة مع السيناريست والمخرج والممثل الدرامي مصطفى أحمد الخليفة الذي أنتج روائع الأعمال وكتب أفضلها على الإطلاق وأخرج أعمالاً عالقة في أذهان الجميع نحاوره في الدراما السودانية أما وأنك والله حفيد من أحفادي من لحلي ودمي فهذا ما لا أنساك ما دام لي شارك تحت أنفي وعقال فوق رأسي يوه المهرج الصغير يوه المفتد المشارك في أي عفاءة وضحته شرفاً حينما تكمصت أصدق الرجال وعشهم ونحتموا تيماً كالعشاء على أي رفكتة تاريخة عندما رغلت على الإطلاق أقولك ما قلت عارف ما قلت عارف يا أولاي هل تعرف حسبه ونسبه؟ لا هل تعرف قصاله وماله؟ لا هل تعرف كيف وصل إلى الحكم؟ أدخل كل العسكري وعمل انجلاب؟ لا في طرق برلمانية؟ لا 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 وصلوا في قف مكشوف عمقوا عمق الفراد وطولوا طرق الفتين كان في العشرين من عمره ألمد العينين حافل قدمين هي ما تحدى مردان السلام عليكم ورحمة الله تتواصل الأحاديث بين الفن والسياسة وهذه المرة برفقة كاتب ومخرج درامي وممثل أستاذ مصطفى أحمد الخليفة أهلا بك على فن وسياسة مرحبا نسرين وفي البداية السلام عليكم ورحمة الله كل مشاهدي قناة الشروق في كل مكان ونحن سعداء نكون في حضرتهم ونتمنى أن نقدم شيء مفيد يكون جلسة طيبة وخفيفة عليهم إن شاء الله اليوم وعلى غير العادة الناس بيلتقوك عبر حديث مباشر وليس عبر الإسكاتشات ولا عبر النصوص الدرامية وتأليف غيره أنت من موالي السنجا وتلك المدينة شهدت المراحل الدراسية الأولية وبالتأكيد الذاكرة تختزن كثير من الصور عن تلك المدينة حقيقة زي ما ذكرت نسرين أنا موالي السنجا سنة خمسة وخمسين وتلك المنطقة كانت اسمها ولاية في الفترة دي ما كانت اسمها ولاية اسمها مديرية النيل الأزرق وهي من حدود الجزيرة تغريبا داخل فيها الجزيرة النيل الأزرق كان عاصمة مدينة والمدني حتى الدمازين والكرمك ويطلق عليها هنف المنطقة دي بالصعيد وصعيد يعني منطقة زاخرة بالحياة وزاخرة بالسروات تحت وفوق الأرض أنا ولدت في هذه المنطقة في مدينة سنجا عبدالله يسموها وسنجا كان قدومنا إليها جن والد في الأول كان بيشتغل في البسطة والفترة دي زمن إنجليز طبعا وبعد ذلك يشتغل في بنك باركليز وهو بنك بريطاني في فترة الاستعمار وتم تأمين ملاحقا في عهد الرئيس النميري أنا ولدت في هذه المدينة مدينة بجانب البحر اللي هو النيل الأزرق فيها البساتين فيها الغابات منطقة فيها المشاريع الزراعية محاصيل النقدية يعني مزرح فيها السمسم والزرع بكمية ضخمة جدا مشاريع ضخمة ومنطقة كان عليها معول كبير في الزرع يعني في السودان وترعرعت فيها وكان جزء من الدراسة أيضا بالمراحل الأولية هنا بالمراحل الأولية حتى تغريبا السنة الثالثة تغريبا كان الوقت ذاكا ما في تأمنا والأساس ضرف عمل الوالد نعم ضرف عمل الوالد استدعى أيضا نقلتكم إلى نيالة ووصلت هناك بقية المراحل الدراسية التي كانت وسطة على زمنكم يتحول النظام التعليمي أيضا من الأولية للوسطى من الأولية يعني كان بدل الأولية والثانية أربعة سنة كلها نظام المراحل الدراسية أربعة سنة الأولية أربعة سنة الوسطى أربعة سنة والثانوي أربعة سنة وثم بعد ذلك الجامعة تحول السلم التعليمي في الفترة ذيك في فترة نيويري نيويري محل الدين صابر بقت ست سنة تقريبا أربعة سنة وثلاثة سنة دي اسم السنة والعام وثلاثة سنة السنة والعادل فنحن أدركنا الوسطى في السنة الثانية جاد السلم التعليمي بقينا أول عام كمنا ثالث عام هل تغيير للنظام التعليمي المختلف ده كان إيجابي برأيكم؟ والله أنا من رأيي أنه يعني النظام التعليمي اللي كان موجود في السودان كان نظام مدروس وصمم لحوجة السودان والسودانيين وكانت باخترضة هي المهندس الأول للنظام والتعليمي والمنهج التعليمي في السودان ولذلك صمم هذا النظام لحوجة الإنسان السوداني في تلك الفترة لدراسات يعني يلحق سريع فترة بعد الاستعمار عشان تتسودنى الوظائف والسودانيين يحكم نفسهم بنفسهم لذلك كان الشخص ممكن تطلع من الأولية وتستطيع أن تشتغل أفندي يعني في حدود الدراستيك يعني بيكون جدت اللغة العربية كتابة وقراءة في الوسطى أنت ممكن تبقى مدرس يعني كان المدرسين بيأخدوهم من الوسطى والدوم يدربوا في بختارودة وكليات التربية في المعلمين معاهد المعلمين يعني الأولية كان لها حوجة في العمل الحكومي والوظيفي الوسطى كان لها حوجة والسانوي لها حوجة ثم بعد ذلك الجامعات كانت لها حوجة لذلك المنهج التعليمي مصمم على أساس أنه يخرج ناس ويشتغلوا في الدولة لذلك كان بطريقة محددة وأكثر كسافة وأكثر غني وسري بمعرفته الثقافية العامة وفي أقاليم السودان حتى بختارودة هي سوء للتغريبا المفتشة الإنجليزية أول أسس مدينة بختارودة ومنطقة بختارودة سوء لأنه ليه اختار هذه المنطقة من السودان يعني ليه بختارودة ما كانت أول معاهد التدريب دي في مدني أو في مدرومان أو في الخرطوم أو في المدن الكبيرة فهو كان برر المسألة دي قال أنه منطقة بختارودة هي بتشبه كل مناخات السودان يعني من الصحراء يعني لم يأتي الاختيار عشوائيا كما أعتقد كثير ليس عشوائيا ليس عبر المدروس يعني ومعروفا النزام الإنجليزي في الدراسة حتى لحظتنا هذه أنه نزام يعني مكسف ودقيق في التربية يعني واحتزابه في العالم في المعالم فقال بتشبه كل مناطق السودان لذلك المعلمة اللي يتدرب لو وديته جوبا أو وديته الدمازين أو وديته كسلة ما بيجي دي اختلاف شديد وبيت مدرت ماشى مع الأجواء البيئة والمناخ في تلك المنطقة ونظام صارم ودقيق لذلك كانت الدراسة صارمة ودقيقة ولا تقبل الاحتزار ولا تقبل التساهل لذلك نيالة واحدة من المدن المهمة في ولاية دارفور وفيها حركة ثقافية وتجارية واقتصادية ثرة جدا ولا تخطئها عين وأنت ظللت هناك إلى أن انتهيت من المرحلة الثانوية وانتحنت الشهادة بعد ذلك أتيت إلى الخرطوم للعمل بوزارة الخارجية نيالة هي كانت حاضرة وعاصمة مديرية دارفور في ذلك الوقت وكانت حدود كل الولايات الموجودة حسى الشمال وغرب وجنوب دارفور زي ما ذكرت مدينة تجارية ضخمة جدا ومدينة يعني من المدن اللي طعم في السودان وذات خصوصية عالية أنا بعتبر نفسي ثقافة دارفور هي بحثة خالص في كل أنماط الثقافة وكل عناصر الثقافة من طعام لي قاعات لي مزاج لي لهجة لي كده ميال للثقافة وطبعا الطفل أو الإنسان يعني دي كلها مكتسبات يعني ما مسائل جينية انت بتولد بها يعني فبتكتسبها من المحيطة الخارجة لذلك انت لو نقلت أي شخص أو خاصة في سين محدد لأي منطقة في العالم بيكتسب عناصر هذه الثقافة ومكوناتها وبتطبع بها أنا يعني عادة في كل الحوارات سواء كان في الصحوف أو في المحطات أتحدث عن دارفور كثيرا لدرية أنه ممكن أن يكون متهم بجهوية وهذه الجهة يعني وهذه المنطقة في السودان أنا عزة جدا لأنه نشأت فيها زي ما قلت طالت ولقيت خيراتها ولقيت طيبة وسماحة أهله وثقافة غنية جدا وسرية خالص ثقافة يعني السودان كله هو ممتاز بثقافة ممكن تساهم في صنع الفنان أو المبدع أو الأديب أو كده كده لكن دارفور عندها خصوصيته منطقة كانت بتاعت هجرات يعني أقرب إلى الهجرات العلمية يعني على مستوى الثقافة الإسلامية على مستوى الثقافات الأخرى منطقة بتاعت هجرات حتى من أوروبا وبعد انهيار الدولة الأندلسية عبروا هؤلاء العلماء وذي ظهرت في المستقبل في مملكة السنارة والسلطان الزرقاء كانت معبر لثقافات ولعلماء ولأجناس ولعناصر كثيرة جدا اختلطت وقبنت هذا المزيد الموجود الجميل المتحاب لو لا هذا الصراع المؤخر وهذا الشيطان الذي دخله بين الإخوة إذن نقدر نقول إنه الصورة الدهنية لعدد من المدن السودانية تعمقت بداخل مصطفى أحمد الخليفة وبتأكيد يعني دي شكل كثير من جوانب شخصتك كما ذكرت عند التحقق للعمل بالخارجي هل كان فرص أتيحت للعمل ولكن قررت في لحظة أن تلتحق بها أم جاءت عن قصد وترتيب مسبق؟ لا يوجد ترتيب يعني زي ما قلت لك في فترتنا ذيك شهدت الثانوي يعني مطلوبة ومرغوبة وتشتغل وظيفة جيدة بمرتب جيد فلما انتخرجنا بتجي تنتظر مكتب العمل الفرص كانت متساوية ومتاحة وبعلقوا الوظائف المطلوبة من قبل الدولة كل وزارة تطلب وظيفة بنجي نحن يومي مجموعات والدفع في نيالا والأخوان هنا في مدرمان كل الناس من كل السودان بينتظروا مكتب العمل فطلعت الوظائف أنه وزارة الخارجية عاوزة سكرتارية وظيفتين قدمنا طبعا كالعادة كل الناس تشايلين الكرت بتاع مكتب العمل وتم امتحاننا واختارونا احنا اتنين واحد زمينا حسع يعني انا طيلة هذه الفترة بسعل منه لكن ما عارفو هل ما زال في الخارجية لانه في الفترة دي كان بيقرأ في جامعة الفرع يعني مثل القاهرة الفرع في ذاك الوقت وحسع جامعة النيلين فاخدونا سكرتارية مسائية والكرام ده بالصطمة يعني احنا ما يعني كان ممكن نكون في الغابات ممكن نكون في الطرق والكبار ما فارقة معنا لانه الدولة كانت وظائفة يعني المرتبات متقاربة ليس كما الآن يعني انت بتختار وزاراتنا يعني ما بتختلف مؤسسات الوظائف الأساسية المرتبات الأساسية متقاربة يعني او مع بعض ممكن نكون بعد ذاك في بيسموها مخصصات البتاع طبيعة كل وزارة وعملها فاخدونا السكرتارية مسائية انا كنت السكرتير المسائي لدكتور منصور خالد ونحيه من هذه الجلسة كان حينها وزير الخارجية وزميلي الثاني اخدوه سكرتير مسائي لدكتور فرانسيس دين كان في الوقت داك وزير الدولة بوزارة الخارجية وربنا يرد غربته راجل العالم يعني ومساهل كما دكتور منصور خالد قام قال لي انا اشان بجرف الفراء بالمسا انت امشي اطلب اقعد مع دكتور فرانسيس دين وخليني انا مع دكتور منصور خالد لانه دكتور منصور خالد كان بسافر كوزير خارجية بسافر كتير فانا دبت الديني مساحة في انه واشتغلت مع دكتور فرانسيس دين رجل يعني جميل ورجل يعني زي ما قلت لك من مصقفي هذا البلد ومازال يكتب ويعطي في امريكا في المحدة اللي بيعمل فيه واشتغلت فترة بسيطة جدا واحداً ظهر اعلان انه لقيت في مجلة الإزاع والتلفزيون والمسرح انه فرقة الفاضل سعيد انه تجري بروفات بنادو العمال في مدرمان وعاوزين موسيلين اصلاً انا في الفترة السابقة يعني في السانوي وكده بدت تصعر عندي البوادر دي وبدت تتضح وفي نهاية السانة وكده حسيت انه ده مجالي موسيقى 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 بطاغة يعرى ولا تعاود دائما هناك ما يدعونا يعني صوت خفي ربما هو يدعونا الاتجاه المكان الصحيح لو استجبت لي ورخيت أضانك زي بيقولوا بيقودك لطريقة ودائما ما يصدق طبعا دائما ما يصدق لأنه حركة تلقائية وفطرية خالص فجيت قدمت وتم اختباري برضو من قبل الأستاذ فاضل سعيد رحمه الله والأستاذ الجحفري رحمه الله وأخونا محمد عوض سيد أحمد وحسا بيعمل بيمارس في المهنة لكن على قليل يعني ما كثير اختبروني بمشهد كده وتم اختياري واشتغلت في أول عمل ونفس العمل كان بجلولة البروفات عمل قصير بعد شمال فرقة الفاضل السعيد رحمه الله طبعا هو جوال يعني بيتحرك في كل مدن وقرى وبطاح تعارضت مع الوزيفة حسيت أن الخارجية نظامة صارم في العمل لا تقبل التأخير يعني أنا أسكر كان وكيل وزالة الخارجية بيجي الساعة سبعة وسبعة ودقائية بيكفي للباب هو شخصيا هو جوه جوه والبر مرة العمل في الخارجية برضو ما في فترة فطور ولا نمشي يتحرك شوية الفطور بيجي بلك في الطربيزي يعني النظام صارم لأنه يتعامل مع دول أخرى ومع السفارات وكذا لازم يكون في دقة أكثر وفي ميزة طبعا العمل في وزارة الخارجية أنه يجيك جواب بالنقل أنت يعني بتفرح وتهلل لأنه طبعا ما حينقلوك حتى هنا ولا كذا جواب بالنقل في وزارة الخارجية معناه أنت ماشي دولة تانية ومخصصات أخرى وثقافة أخرى وناس تانية يعني كم من الصعوبة ساعة أن تستغنى عن هذا الوضع والله هو العمل ممتح وعمل يعني تقدر تقول عليه راقي وعمل بيطور الإنسان لأنه تتعامل مع شعوب أخرى وعناصر أخرى فبيطورك حتى على المستوى الأكاديمي أنت بتحولك تدرس عشان تتقدم يعني لو أنت ما درست دراسة جامعية بتحولك فرصة تدرس دراسة جامعية عشان تؤهل تتدرج في سلم الوظيفة سكرتير أول وسكرتير تاني وغير 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 قالوا لعيت ما تصل السفير كده متدرس الموهبة تجاذبتك وستزم الصفا واتجهت نحو كلية أو ما حدا الفنون وما تجاذبتني شديد بالمناسبة يعني أغررت سريع جدا أنه أتخلص من أي معيقات لهذا الطريق فقدمت يعني أنا ما عارف نادر ما شخصي قدم استقالته من وزارة الخارجية لكن أنا قدمت ومشتغلت كثير شهور وموهبة كويسة جدا ووضع كويس وزول شغال في وزارة الخارجية يعني ممكن تمشي حتى وزارة الخارجية ووضع اجتماعي مدرسة فنية متكاملة ورشة فنية متكاملة يستطيع العضو في هذه المجموعة والمشارك في هذه المجموعة أن يتلقى معرفة عالية في فنون المسرح وعناصره من كتابة لإخراج لديكور لتمثيل لإضاءة لكله يعني أنت بتحس أنك أنت بتعرف في كل هذه العناصر العرض لذلك نحن نعتبر الأستاذ فعض السعيد مدرسة فنية قايمة بذاتها وربنا يعني يتقبل عنده ويرحم إن شاء الله بعد فترة يعني كان له علاقة بأخونا محمد نعيم سعد قبل الدخول للفرقة وهو كان لأنه كان أصلا بمثل من مدري في المسرح القومي التقينا يعني التقينا يعني التقينا بداخل محر المسرح لا المسرح القومي وكان في النادي بتاع الاتحاد الممثلين وكده الناس بيجوا بيقعدوا فيه وبتونسوا بتاعه ويكون في البروفال التقينا وبقت عندي صداقة بي وعرفت بعد ذلك أنه عندهم مجموعة وكان وقت ذلك اشتغلوا مسرحية المدرسة المختلطة فحسيت أنه أقرب إليه في الاتجاه وفي الهوى وحسيت أنه يعني أنا برضو دائر معلومات دائر أكتسب خبرة أخرى أكثر ودائر أكاديميا وعمليا لا أكاديميا لسه ما جينا لأنه لسه ما زلنا نشتغل كهواء أو كناس بالفطرة يعني والتلقائية والاكتساب من الزمل الحول يعني والرواد الصبور فبقيت عدو في فرغة الأصدقاء في فترة مبكرة وما زلت إلى الآن وحس أنه رئيس فرغة الأصدقاء يعني تدرجت حتى وصلت رئيس فرغة الأصدقاء احتمال كل عامل السن أكتر من عامل المعرفة وكده يعني لأنت أهلا لذلك المعرفون الكتاب دي الناس بربوا شعارهم وبتلقائهم دائما شرلون الشنط كده وأكوين في الأركان بتلقائهم دائما بتكلموا على البيع والتمزل بيع؟ مطاعب العصر تعقدة الحضارة يا مولاي وهل عندكم حضارة؟ في القرن الأشرين؟ أجل يا مولاي كحضارة الفرس ورس الحضارة اللي عندنا هناك يا جدادي مخيفة غير هاديثنا عنها قل لنا يا بني كل شي تغير يا جدادي كل كل تغير مثلا اللبس السلاح العكل الشراب الموسيقى النح عندنا أ vlogging حاجة هنا نسمعها التكنولوجيا ماذا؟ 不عقال كلمة غير نعم كلمة غريبة فعلا لابد أنها من كلمات الفرنجة أجل فلنسأله عنها يا مولي ماذا تعني أستاذ مصطفى طالما بدأنا بالحديث عن فرقة الأصدقاء يعني الحمد لله ليس هناك من لا يقر بنجاح تجربة فرقة الأصدقاء ووجدت القبول في أي عمل قدمته هل هذا بسبب العمل الجماعي برأيك وموهبة كل فرد وعضو من أعضاء هذه الفرقة ولا بسبب جودة الأعمال حتى وقوة التي قدمت أول نحمد الله على هذا القبول وحقيقة استطعنا أن نجد مساحة في قلب المشاهد والمتلقي والإنسان السوداني وبدأنا نزحبه كده على الدول المجاورة يعني لأنه عندنا التجارب في التشاد وفي أسيوبيا والصومال وجوبتي يعني عندنا جمهورة عندنا ناس بيحبونا حتى في السعودية يعني في المرحلة اللاحقة في سلسلة متعب حقيقة يعني دايما نتحدث كثيرا بيناتنا ومع الآخرين أنه في رغط الأصدقاء المسرحية والمجموعة اللي هي فيها الناس ما أكثر دراية من الآخرين والزملاء ما أكثر معرفة ما أكثر حرفية في الأداة وأعلى لكن نحن تميزنا بشيء هذا الشيء أنه العلاقات بين الناس يعني تطورت وإنداحت وتضخمت لغاية ما وصلت علاقات سريع يعني هذه الحميمية التي معكست على العمل حتى نعرف الجد والحبوب والأخوات والأبناء وممتدين حتى لمناطق جومنا الناس سواء كان داخل العاصمة أو خارج العاصمة المناسبات بتودينا فرحا وكرها بتودينا يعني هذه العلاقة خلت يعني في الأداء في تلقائية وحميمية لأنه ناس تعودوا على بعض دائما أنا بقول الناس بيقول لنا أنتوا يعني ما متكلفين دي المفردة بالمسألة بتلقائها علينا الناس حتى بعد النقاط بيقول لك في تكلف الأداء في الدراما السودانية يا دي الكلمة الدائمة لوصف حالو اللي هي التلقائية أو حرفيها عليها في الأداء يعني التلقائية دي جاتنا يعني أنا وبضرب مسأل دائما بالجلوس أمام الكاميرا زي الخبرة الطيار بتقاس بالساعات يقول لك الطيار الفلاني طار ألف ساعة ألف ساعة نحن وقفنا ساعات كثيرة أمام الكاميرا وزملانا كيشكو وزيدان يعني يعرفوا هذا التاريخ وقفنا في سنين طويلة جدا ووتيحت لنا الفرصة يعني سواء كان يعني رغبة فينا أو زي ما بقولوا لياغة منها وقفنا كثيرة مام الكاميرا دي وقدمنا أعمال كثيرة جدا خلت الناس يعني بكونوا ريلاكسة والكاميرا دي طبعا انت يا نسرين تعرفيها حاجة مرعبة خالص يعني تكتسب ليقوى المرور بمرور الزمن وتراكم الخبرة أيوة أشجع شخص لما النور الأحمر داي واللي عقولي أون بتحصل حاجة كده مع طبيعية لذلك هذه الأعمال الجماعية والفن عمل جماعي يعني أكثر من فردي ومعروف في الثقافات وفي الرقص وفي الغناء وفي غيره وفي غيره على مستوى ثقافاتنا وفي القبائل وكده هو عمل جماعي هذه الجماعية زي ما قلت لك دعمنا يعني وأسسناها بالمعرفة وبالخبرة وبتراكم التجارب وزي ما قلت لك تراكم التجارب بإديك التلقائية وتجويد العمل ومحاولة أنه الاستفادة من الأخطاء ومن خبرات الآخرين خلتنا يعني نعرف اتجاه الأزمة في السودان والمشاكل في السودان تتلمسه وبالتالي يمكن أن تتجنبوا هذه المشكلة نختار المواضيع اللي بتهم الإنسان السوداني أولا والمواضيع الإنسانية اللي بتهم الإنسان في الكون كنت على سيرة انتقاء المواضيع اللي ممكن تهم الشاهد السوداني قمتم بتقديم المهرج كمسرحية منذ نهاية الثمانينيات وعرضتمها داخل السودان في عدم الولايات وخارج السودان أيضا ووجدت كل القبول كانت تجربة أولى لك لسودانة نص مسرحي قام بتأليفه الكتب السوري محمد الماغوت كلمنا عن سودانة النصوص حقيقة هي السودانة هو أن تختار عمل أجنبي أو مثلا عربي أو أفريقي أو عالمي غربي وتحيل الفن عمل الإنساني وهم الإنسان في الكون لذلك كل الأعمال الفنية دراما أسوأ كانت على غيره على غيره إذا رواية إذا مكتوبة حقيقة وهم الإنسان في الكون أنت بتلقى نفسك فيها يعني بشكله آخر أو كله لذلك أنت بتختار موضوع بتحسبيه قريب إلى أزمة الناس وإشكالاتهم بالسودانة اللي هو بتحيله لموضوع سوداني ولمزاج سوداني والبيئة سودانية والشخص السودانية بتمصرنه بتحيله إلى المزاج المصري والإشكالية المصرية كده 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 حسب الدولة لذلك السودانة من الأشياء أو التحويل النص إلى بيئة محددة وتكييفه على إشكالية الناس محددة شيء متاح يعني حتى في أعمال أفريقية تم السودانة في أعمال عربية فتجربة المهرجة لأنها كانت أزمة إقليمية غير أزمة سودانية أزمة إقليمية المنطقة العربية ودي من مسيحيات فترة النكسة في تاريخ الأمة العربية ومحمد الماغوط هم جيل النكسة وما قبل النكسة لذلك عبروا عنها شعرا وعبروا عنها مسرحا وعبروا عنها غناءا لذلك لامست الوجدان لامست الوجدان وما زالت الأزمة العربية بل تفاغمت بنفس المستوى لذلك المهرجة أصبحت مناسبة لأزمان كثيرة إلى أن تنتفي هذه الأزمة ويحصل تحول إقليميا في المنطقة العربية ستكون المهرجة مسرحية صالحة لكل دولة عربية ولكل زمان ولكل مكان أستاذ مصوفي يمكن من السؤالات التي تجول بيخاطرنا كثيرا أن فرغة الأصدقاء تكونت من أعضاء محددين ومرت السنوات وما شاء الله ربما ينديكم العافية لكن طبيعة الأشياء أنا لا أريد أن أقول كبرتها لأنه كبرت خبراتكم معها بالتأكيد طبيعة الأشياء تطلب انتقالها من جيل إلى آخر وبالتأكيد دمعناه أنه يدخل عليكم أعضاء جدد تستعينوا بخبرات جديدة كيف هذا الأمر؟ هل فعلا بتستعينوا بأعضاء جدد تدخلهم على الفرقة؟ حقيقة نحن طبيعتنا في فرقة الأصدقاء يسمى فرقة الأصدقاء المسرحية بتديك الإحساس أنه خاصة بأعضاء محددين وبممثلين محددين وكتاب محددين ومخرجين محددين سواء كان على مستوى العمل التلفزيوني أو العمل المسرحي لكن حقيقة هي فرقة مفتوحة للآخرين معظم الأعمال التي قدمنا خاصة للدراما التلفزيونية بتجد فيها أعضاء الفرقة وزملاء آخرين بنستعين بهم وتعامل سواء كان من روادنا من الجيل الذي سبقنا من الشباب في الجيل الحاضر الجيل الوسيط اللي هو جيلنا نحن ذاتهم بنستعين بالشخص وبالفنان في أي مكان في السودان ده وفي أي زمان بدون تصنيفه أنه هو فرقة أصدقاء وتقييد بهذه العضوية لذلك فرقة مفتوحة للآخرين سواء كان صغارا أو كبارا تجربتنا مفتوحة للآخرين مكان الناس يستفيدوا منها تجاربهم نحن قاعدين نستفيد منها لذلك ما بالفهم لأنه أنت تربي لك سواسي وصغار شاني يبقوا جداد بنعتبر كل الوسط الفني وكل المبدعين هم يستفيدوا من تجربتنا ونحن يستفيدوا من تجربتهم هم إضافة لنا نوعية وكمية ونحن إضافة لهم نوعية وكمية لذلك عندنا تجيل الشباب حسا وهم ديل بيعملوا معنا حسا وبيعملوا مع الآخرين أخونا إمام حسن الإمام ابننا وهو مخرج تلفزيوني ومخرج مسرحي وممثل عندنا النزير صديق عندنا خالد بلا عندنا مجموعة من الشباب كمان نعيم سعاد عندنا مجموعة من الشباب بيعملوا معنا عضوية في الفرقة وبنحتبر كل الشباب خارج الفرقة هم عضوية في الفرقة وكل الرواد وكل لذلك التمييز برضو إذا كان موجود أصلا في أعمال فرقة الأصدقاء نتاج للتعامل مع كل هذه التجارب يعني وكل هذه القامات الاتجاه نحو التأليف الدرامي أيضا في وقت من الأوكاد جذب اهتمامك أكثر من التمثيل وأول ما بدأ كان عبر كتاب سكيتشات قصيرة للإذاعة والتلفزيون كيف حسمت الأمر بين أن تكون ممثلا متفررا للتمثيل فقط وبين أن تتجه للتأليف الدرامي هو ما حسم تماما لكن تقدر تقولي مرحلة يعني أنا بفتكر نحن في مرحلة سواء كان عن مستوى المسرح أو الدراما السينماية أو الدراما التلفزيونية ما دير أقول التخصصات لكن لو تنوعنا في هذه الفترة ممكن يكون الشخص كاتب وممثل ومصمم الدكور ممكن يكون في فنان بيجمع كل هذه العبقريات وكل هذه المواهب لكن يستحسن لو تركنا الخبز لخبازه وأتيحنا هذه المساحات لبعضنا البعض لأنه دي أنا زي ما قلت لك كله فنان وكله مبدأ تجربة قائمة بيذاته ومدرسة قائمة بيذاته لذلك إذا جمعنا هذه المدارس وهذه التجارب بتنتج عمل فني جيد يعني أنا لقيت يعني ما في حوجة ماسة بالضرورة أن مصطفى أحمد الخليفة لازم يمسيه حسيت أنه دي مرحلة وما داري سميه مضوج هو مضوج مطلوب والخبرة في الأداء كلما تكبر سنا وتزداد خبرتك وده مشاهد في الدراما المصرية وشفتي زي ناس نور الشريف ناس في النور الشريف ومحمود ياسين والأسازة الكبار ديله في سوريا يعني صوت الدراما الأمريكي والغربية بتلقي المواصلين الكبار بتجه للإنتاج والإخبار لا يعني الخبرة بتزداد جاك نيكلسون وداستين هوفمن وغيره وغيره أنتوني هوبكنس ديل حسي عباقرة في الأداء لأنه نضجه أنا حسيت أنه دي مرحلة يفترض وأسس لنفسي وللآخرين خبرة ومعرفة في تجاه الكتابة وحسي الآننا بخرج في عمل مسرح ومتجه برضو في نفس الوقت لكن ما بخرج عمالي يعني ما بحب زعمالي كتبتها أنا أخرجها أخرج للآخرين أشان أنا أضيف لهم وهم يكون أضافوا لي وتحد تحد الكتابة دي بينه وبينك احتمال يكون كسل ساي وغلبتني الشغلان بتاعت التمثيل والسلية معوّنة البعض الآخر يرى بأنه ليس كسل يعني ملاحظ أنه أصبحت شخيح في التمثيل بالمقرن مع الكتابة عدة تجارب ولقت أيضا النجاح والتقدير كيش مالك سلسلة متاعب كلام في الممنوع الغول المسلسل أيضا يعني وجد له مكان كبير البعض يرى بأن الاتجاه نحو التمثيل أو الكتابة الدرامية ربما فيها شيء من الحرية أكثر من التمثيل بالمقارنة يعني ما رأيك؟ هو فعلا زي ما قلت لك تحت احتمال يكون يعني هذا الجيل من الشباب اللي هو ناس دا أهله الأداء التمثيل يتجه لحتات معرفية وجسديا صعبة جدا معرفية قد نكون قادرين عليها بالتحصيل لكن الأداء طبيعة يعني في عصرنا هذا يعني لو شفتي مسرحي لهؤلاء الشباب بتجد أنه يعني الجسد الممثل والفتنس بتاعته شيء أساسي جدا في أنه يملأ هذا الفراق في الخشبة لذلك داير طاقة وروح الشبابية عالية وأداء معقد وصعب جدا والله أعلم نحن يعني بسننا دي وبإحناي نقدر تاني المخرج من جسدنا البقية متهالك دا استطيع أنه يتحدث به أو يحركه في المسرح زي ما قلت يا نسرين أنه المخرج عنده القول يعني في رؤاه وقادر إطلاح أفكاره وفلسفته ومفاهيمه السياسية يعني من خلال العمل الكاتب بنفس المستوى قادر أنه يطرح مفاهيمه السياسية سواء كان يفرضه أو طوعا أو فرضا الممثل هو مؤدي قد يكون مرات يؤدي في شخصية تتناقط مع تفكيره وفلسفته واتجاهاته السياسية ومفاهيمه السياسية لذلك في البداية الكتابة أكثر يعني وعاها أكثر مساحة في أنك تعبر فيه عن مفاهيمك وفهمك لهذا الكون وعلاقتك بهذا الكون ودورك في هذا الكون المخرج برضو قادر أنه يطوع هذه الأدوات الممثلة زينا مسكين برضو يعني هو يعني واحد من أدوات المخرج وواحد من عناصر المساحة الإسرحية الأساسية لكن ما بيقدر يفرض وجهات نظره بال بنفس القدر اللي ممكن تعمله إذا كنت مؤلف أو مخرج لذلك نستطيع يعني أنا بالنسبة لي شعرت أنا من خلال كتاب استطيع أن أعبر عن مسكوت عنه عن الشي الواحد كان يعني بلتفى حوله زمن طويل لكن قادر في هذه الفترة أن يوجهوا بشكل مخاشر موسيقى 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 تمسيلياتنا كيف يعني؟ تمسيلياتنا كوميديا تراكيديا إزايا تليميزيون تصلنا سرهاي تصلنا على نفسي موسيقى 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 أستاذ مصطفى نلاحظ إنه كثير من الأعمال الدرامية تعتمد على النصوص المستوردة وده بدعونا للتساؤل هل شح المؤلفات السودانية شح الرواية وقلة السيناريو هذا بالتالي أنا أختلف معك هنا في أنه ليس كثير يعني هي النصوصة المسودنة أو معدة باللغة العربية الفصوحة أو بلغة الأصلية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو غيره ليست كثيرة ودائما الحوجة لنص غير سوداني هي بتكون حوجات مواقتة لمضمون هذا النص أو لإحساس المخرج أن هذا النص بيحقق له الشل هو دار يطرحه والرؤى والكلمة الكبيرة دار يطرحها لكن ليس لي عجز وندرة في المصوص السودانية وليس لي وزي ما قلت لك العمل المسرحي والدرامي هو عمل إنساني وإرس إنساني بنشترك فيه يعني أنا من حقي أتناول الشيكسبير من حقي أتناول الدراما الإجريجية سوفوكليسي روبيت صغيره حق أصيل وليس تعدي وتجني لذلك ما بنحسبه أنه ندرة لكن لأنه حق وإرس يخصني تماما وأنا برس فيه زي يقول أهن السوداني يمكن منبع هذا التساول إنه في مبادئ يجب أن تتوفر لأي كاتب وسيناريست يعمل على تقديم أعمال في ظل بلد فيها كثير من الإشكاليات السياسية وكثير من التنوع الثقافي واللغوي في ظل هذا الوضع هناك مبادئ يجب الحفاظ عليها والدق عليها باستمرار نعم هو حقيقة كل الأنظمة السياسية يعني في كثير من الدول يعني وهو صراع بين السياسي والفني والخطاب الفني والخطاب السياسي صراع أزل وتاريخي منذ فترة الإقريق والرومان وإلى جلستنا هذه وهو صراع يعني فيه الغير مرات وفيه إحساس السياسي لأنه دائما الفنون تعري السياسة وعلى ما لا يرضيها ودائما الفنان يتجه ودائما يزبق السياسي الفن دائما يزبق السياسي في تنبؤاته في نظرته للوطن كراءته وتحليلاته للأحداث والتحليلاته للوطن والسياسي لا يتقبل هذه التحليلات ولا يتقبل هذه القراءات والقياسات لذلك السياسي في الغالب العام يعتبر الفن عدو لذلك يكون في دائما صراعات ما اتصل إلى حد الحبس وإلى حد المصادرة وإلى حد في كل الأنظمة في المناطق خاصة العالم الثالث وإقليميا وقاريا الغرب حسم المسألة دي بحرية الفنان في أنه يتناول ما يتناول وهو مسؤول عن ما يقدم لكن الأنظمة في الإقليميا وفي المنطقة الأفريقية هي وصية للفنان وهو يتمرد عليها مما يعرضوا للتشريد ويعرضوا للفقر ويعرضوا للجوع ويعرضوا للبلدان المهجر لذلك صراع ومن حسم إلى الآن في السودان أنه ما زالت هناك الخطوط الحمراء الفنان لا يتعدى تقاليده لا يتعدى دياناته لا يتعدى مجتمعه لا يتجنى على مجتمعه إنما يحاول ينحو دائما نحو التقيير وينحو دائما نحو وطن يسع الجميع لذلك بضيبه وصدر السياسي ليس بعيدا عن هذا السياق قصة مصطفى ونعلم جميعا بأن السياسة تستدخل في كل تفاصيلنا الصغيرة منها والكبيرة تعاطي الفنان مع السياسة برأيك هل تضيف إليه أم تخصم منه الكثير؟ يعني هو ليس بهذا المعنى أنه هل يضيف أو يخصم لكن بمعنى أنه أصلا الفنان هو حزب سياسي قائم بذاته وخطاب سياسي قائم بذاته وعادة الساسة يفتكرون أنه هذا الفنان يعني يقول لك هذا شغل سياسي هو أي عمل فني يخش في قلب السياسة أنا ما دام بتحدث يعني ما نحن ناس بتاعين منالوج ولا بتاعين اسكتشات شان تضحك الآخرين لا نحن نتحدث في قلب ترتيب الوطن في قلب بناء الوطن في قلب السياسة وأي عمل مسرحي وعمل تلفزيوني أفتكروا هو قمة السياسة لأنه يتحدث عن شأن الناس كيف يعيشون كيف يحكمون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يتصلون بالآخرين كيف يبنون وطنا عظيما وهذه السياسة السياسة تدبير أمر الناس الفن هو تدبير أمر السياسي وأمر الناس لذلك الفن هو السياسي الأول ويتحدث في الهم الإنساني أولا وهم وهم الإنسان في الكون كله وليس في المجتمع المحدد والوطن المحدد لذلك أوسع من الفكرة الضيقة بتاعت السياسة في دولة محددة وفي مجتمع محدد لذلك استهجام فكرة أنه يقول لك دعم السياسة وما تشتغل بالسياسة دي فكرة لا تجوز وغير مقبولة والفنان قد يكون عنده انتماء السياسي والتزام السياسي لكن لا يؤثر في فنه وإنما هو دائما بنح ناحية اتجاه الخير واتجاه بناء مجتمع خير حزب الوطن ما بحاولي يظهر انتماءاته بالشكل لدرجة الشراسة إنما ممكن قد يؤثر في أعماله بتصهر في اتجاهاته وتصنيفاته أن هذا عمل كذا وهذا عمل كذا لكن هو حزبه حزب الوطن حزب الجميع إذا نتفق أستاذ مصطفى على أن الدراما فعل مؤثر وبإمكانه أن يقود مجتمع نحو الأفضل بالتأكيد كيف يمكن فعلا أن نقدم دراما مؤثرة يمكن أن تعطينا وضع أفضل وضع مستقر تتحدث دائما على السلام وتكون فعلا قادر على إقناع الدراما دوما تتحدث عن الإنسان والسلام والحب والتنمية وليس يعني هي مربوطة بظهور شعارات في فترة محددة وفي زمن محدد عشان تتحدث عنه الدراما لكن هي دوما تتحدث عن بناء الوطن وعن خلق إنسان ومجتمع معافى لذلك هي دورة أصلا موجود قبل أن حكومة ترفع شعاراتها والآخرين يرفع شعاراتهم كنا نتحدث في هذه المفاهيم أن نحترم هذه الثقافات ونحترم إنسانا هي الثقافة نحن ربنا حبانا بها ومحظوظين أن بلد ملي بهذه الثقافات المتعددة بهذه الحديقة الجميلة نخلي الفنون تتحرك في مساحة حرية الفنان لا يتعدى ولا يجرح الآخرين ولا يتعدى على حريات الآخرين ومفاهيم وتقاليد وعادات إنما يحاول أن يبحث عن الطريق وينيره ويبحث ويقدم هذه الثقافات للآخرين لذلك الفن كان دوما ومنذ القدم ومنذ تاريخ الاستقلال وما قبل الاستقلال ومحاول أسس لسودان يسع الجميع زي ما قلت له شكرا لك أستاذ مصطفى أحمد الخليفة على وجودك معنا اليوم في فن وسياسة الله يخليك نسرين وسعيد بقناة الشروق والمشاهدين جميعا ونتمنى لكم كل خير والسودان يعني هو مساحة واسعة لكن قلوبنا توسع قدر هذه المساحة إن شاء الله حاورنا الأستاذ والممثل والكاتب والمخرج الدرامي مصطفى أحمد الخليفة في فنون الدراما وصورتها في السودان فجاء حديثه شفيفا وواقعيا في فنون الدراما وسياسة المسرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة